كان تمالي مشيخني أقولك صاحب القرآن له كرامة مدخرة كرامة مدخرة يعني تلاقي حياته كلها يعني لا فيهاش حاجة غريبة ولا خارج ولكن فيه كرامة مدخرة موقف كده في الحياة يعني فبيفكرني ده باللي حصل مع الشيخ محمد أحمد شبيب الشيخ محمد أحمد شبيب لما دخل إزاع بقى و بقى صيطه و الناس عرفاه و كذا بقى ياخد قرآن الفجر من سيدنا الحسين وفيه يوم السبت الصبح السبت ده عشر رمضان ستة أكتوبر إز بيه هو يقرأ آيات النصر اللي فيه صورة قلع المران طب ليه اللي هو حافظ زي ما احنا حافظين كده اللي يقولك إنه حافظ القرآن له كرامة مدخرة هم يفوتها يقولك كرام ربنا سبحانه وتعالى أكرمه هو اللي عرفوا إنه النهاردة القوات المصرية ستفعلوا ما فعلت و النصر سيكونوا حليفة إن شاء الله سبحان الله بعض الناس مش عايز حكاية الكرامة المدخرة دي خالص أم يعملي أم يقعد يفسر يفسر إزاي قالوا أصله الإمام الأكبر عبد الحليم محمود راح يتصل بعبد العزيز عيسى و قالوا إنه قل للقارئ يقرأ حاجة من آيات النصر آيات النصر طيب الفواية دي مش مقبولة ليه نمر واحد الامام الأكبر حين إذن ده شيخ الأزة ولا يعلم إذا كان النهاردة حرب ولا مش حرب ده اللي يعلم كده كبار قواد القوات المسلح أدي دي نمر واحد نمر اتنين عبد العزيز عيسى لم يكن وزيرا للأقاف بل كان وزيرا لشؤون الأزهر آه طبعا مش مقبولة وهناك كان فارق بين وزير الأوقاف اللي تبعوا المساجد واللي تبعوا محمد أحمد شبيب وبين وزير شؤون الأزهر الذي كان حينئذ يتولى شؤون الإدارة الأزهرية ما هي كرامة للشيخ شبيب هي كرامة للشيخ لأنه ما شيخنا يقول لك صاحب القرآن له كرامة مندخرة احفظك كده الشيخ محمد أحمد شبيب قرأ في آيات النصر فاستبشروا به لأن الناس تجاوبت ولأنه ربنا فتح عليه طب و كان هيفتح عليه إزاي لما يقولوا له رأيات النصر كده ده ربنا فتح عليه في الليلة دي و تفاعل معه جماهير المصلين تفاعل عجيبة الشكل بعد ما خلص راح بيتهم فطر نام شوية بتاع صحي الصبح في ذات نفس اليوم لقى القوات الحمد لله عبرت و السيطرة الكاملة حصلت للقوات المصرية رحمة الله عليه و رحمة الله رحمة الله